نبدأ مباشرةً لقاء طبعاً الزمالك والاتحاد كان خلاص الزمالك بطلاً للدولة العام بعد طبعاً فيوتشر ما كسب فيوتشر طبعاً طبعاً لازم نبارك أولاً لجبهين نادي الزمالك والعيبة نادي الزمالك التتويق بهذه البطولة والأحقية أنه هو ياخد البطولة يعني هو يستحق هذه البطولة المستوى الفترة الأخيرة جيد أكثر من جيد كمان معهم مدير فني عالي جداً مستر فريرا أعتقد كل الكبعات تترفع له بعد الأداء الجيد وبعد النتائج الجيدة سواء في الكاس سواء بطولة الدوري هاخد بطولتين ولسه عنده كمان بطولة الكاس فأعتقد أنه هو يستحق هذا التتويق مبروك لإقدارته مبروك لجماهير اللي لعبته حققوا إنجاز جايج جداً نتمنى إن شاء الله يكون فيه استمرين إن شاء الله توقعت من بداية الموسم من بداية الموسم أن زمانك ممكن يبقى بطل الدوري في البداية لا يعني محدش كان يتوقع هذا لكن بداية من مباراة الأهل والزمالك اتنين اتنين في الدور التاني حسنا أن نات الزمالك الرتم بتاعه بيعلى المستوى الفني بيعلى الانضباط التكتيكي داخل الملعب بيعلى بشكل كويس جداً لعب مباريات صعبة جداً وأداها بشكل كويس وعمل نتائج كلها إيجابية بقى فيه انسجام ما بين اللعيبة وما بين بعض بقى فيه سيطرة من الجهاز الفني على اللعيبة بقى فيه استقرار داخل الجهاز الفني الإدارة باعدت تماماً عن الفريق وسابه المدير الفني ومدير الكرة يشتغلوا بشكل أريحية أعتقد كل الأمور دي تقدت لنجاح في النهاية مع وجود إمكانيات لعيبة على مستوى عالي طبعاً على رأسهم زيزو أحمد سيد زيزو من اللعيبة اللي يستحق أحسن لعب في مصر يستحق هدف الدوري مع شيكبالة طبعاً ومع المجموعة كلها مع الوينش مع لعيبة كلها بصراحة قدوا بشكل كويس جداً فلازم نبارك ناجزة مالك فنياً هو الأفضل جماهرياً حاجة ماشاء الله يعني أموره وراه كنت أتمنى أستاذي قاهرة دا كان يتقفل طبعاً بس دواعي الأمنية طبعاً وإن شاء الله بإذن الله السنة الجاية يكون في عدد جماهير أكتر ولو إنه في الماتش دا كان فيه جمهور كبير فيه دخل جمهور بس لو كان يعني كان فيه عدد أكتر أكيد أنت نهيت في الأهل ولا في الزمالك؟ لا في الأهل أنت نهيت في الأهل كم سنة زمالك وكم سنة أهلي؟ لا زمالك من زماني أنا صغير من أنا عندي 15 سنة 14 سنة لكن أنت زمالك والأهل هتقوله إيه؟ ما أنا قولت زمالك والخلاص زمالك والتأخير أنا منذكر الناس بس أنت عايز تتذكر الناس عايز الناس تدت إيه؟ ترجع تاني صحيح؟ ترجمة نانسي قنقر